الناس الماتت دفاعنا عن حقها الناس الماتت مظلومة سأل الله يحقق ليهم العدالة في الدنيا والآخر يا رب العالمين سأل الله يعين الجيل الحالي على تحقيق العدالة للناس الفات والأجيال الجاية ربنا يقوينا ويقدرنا كلنا يا رب العالمين ويسبتنا على الحق وينصرنا يا رب العالمين دماء الكبير اللايف ده يقطع أو يضرب لأنه يعني بحاول أدخل كله تلتساعة بس ما قادر الناس بس تساعدنا يعني التعليق أو اللايك أو كده يعني نسأل الله أنه يحفظ الشعب السوداني من وباء الكورونا البداية تحرك ثاني نسأل الله أنه يحفظ الجيش الأبيض خط الدفاع الأول نسأل الله أنه يتقبل شهداء الكورونا نسأل الله أنه يشفي مرضى الكورونا نسأل الله أنه يحفظ الشعب السوداني بخير ما حفظ به الأنبياء والمرسلين وانت بتشوف الآن في المشهد يعني زيارة الرئيس المصري الفريق المجرم القاتل الإنقلابي السيسي عليه لعنة الله وطبعا ده اسمه تحالف البازنجان والبطاطس لأجل يصغط دولة الكوميسرا فلما نتحالف الفتاحان وبينهما حمدوك فده يعني يعني ده تحالف انت تنفض يدك من حاضر وبهناك كان في تحالف تاني أثيوبيا أريتريا سيلفاكير ده موضوع حنجيوه بعد شوية فأنا بزألك عزيزي المستمع وخمسة يوم الفاتة دي كلها فيها أحداث كثيرة حاصلة من ضمنها زيارة وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة منوك ده المهدي الأميرة المهدي اسمها مني مريم مريم الصادقة المهدي إلى مصر والناس حللت الزيارة وتكلمت عن اللقاء حقها وتصريحاتها اللي بتتكلم فيها عن كلمة استعمار الأرض وإنها تدعو الشعوب الجيران أنه يعني يدخل السودان ويحاولوا يستفيدوا من أراضي الشازع والسروات الغير مكتشفة ومستخدمة وده أرلغت حولي أنه هي قالت الكلمة وقصدين باشنو وكلام فارغ كتير ده ما سؤالنا ولا موضوعنا ولا عندنا معي شغالة إحنا أنت فاهم الكلام ده؟ إحنا ما عندنا معي شغالة إحنا بنسألك الأميرة مريم وزيرة الخارجية السودانية زارت مصر لاشنو الإجابات كانت شنو قالوا يا أخوة الله عشان موضوع سد النهضة واحد ممتاز اتنين قال لك يا أخي عشان في تحالف بين السودان ومصر في تفعيل الاتفاقية بتاعة الشروط الأربعة وغيره وغيره ممتاز اتفاقية النقل ممتاز سد النهضة ممتاز الأميرة بتحاول تعرف دول الجوار بالأجندة حقتها والحكومة المعينة الجديدة طبعا زيارات زي ده مهمة يعني علق الدول الجوار اللي عارفوا منو وزيرة الخارجية بتاع السودان وكده ومشت بدت بالجنوب وبعدها مشت مصر ممتاز والناس قالت كل الكلام الزيارة بتاعة وزيرة الخارجية السودانية مصر ما في واحدة من الخيارات اللي انت قلتها كلها غلط يا زول أيوة لحسيت جاية تتفلسف لنا يا صرفة جاية تفلسف لك غلط زيارة السيسة للسودان سبب اشنو الاسباب المعلنة واحد تحالف عسكري بين السودان ومصر ممتاز تفعيل اتفاقية قديمة موقع بين النيمير والسادات في حالة هجوم او عدوان على مصر السودان يجف مع مصر وفي حالة هجوم وعدوان على السودان مصر تجف مع السودان وتانية السيسة جيت لشنو والله يقل لك هو سد النهضة والعلاقات المشتركة ده كله غلط 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 ما في حدث قاعد قدامك حدث كوني حدث كوني قدامك حسين يجي نقوله يقول لك زي زولة الزعلاء مني بيعمل الفيديو هاي الزعلاء مني كله ما ما اطلع فترة كده يقول لك اللي انصرافي ما عارف الجهات المعارف الخلف المخابرات التي قل ما شاء الله وراي مخابرات وراي حيطة وراي جن قل ما شاء الله حسين انت مش هنديتك اسبوع كامل ما طلعت ما علقت ما هو حاجة قدامك اول سؤال بنسأله لسادة القاحات وحزب الأمة ولأخت مريم الصادقة طلعت كالتبت لا بوستي كده بيتشرح لين فيو لغة عربية قالت استعمار هي زي كلمة مزارعة والاستعمار وبتاع كده كانت با كده مزارعة بين غوثين قالت زي ما بعض العلماء في اللغة العربية بيستخدموا كلمة مزارعة دي زينب الصادق المهدي دي حاجيكي بكرة الصادق كله نجايكم بكرة أنا ما اسمع عندي معكم أنا بتكلم مع المنصب الآن منصب وزير الخارجية مشيتي مصر لشنو يا أستاذة زي مريم الصادق مشيتي مصر لشنو ده السؤال هنا الحاجات اللي تقالت ده كلها غلط زيارة السيسة للسودان الحاجات اللي تقالت ده كلها غلط في حدث كوني حصل يوم ستة وعشرين اتنين يعني عشر يوم ما تم حدث كوني القضية بتاعة محمد بن سلمان أيوة بيان وزارة الخارجية السعودية قالوا شنو أدانوا فيه التغرير السري بتاع الكونغرس بتاع المخابرات الأمريكية اللي اتهم فيه بوضوح ضلوع محمد بن سلمان في جريمة اغتيال الصحفي خاشقجي اللي هي حتغير شكل الخارطة بتاعة الشرق الأوسط انت مركز معاي؟ البيان كان واضح تغرير سري بتتكلم عن انه محمد بن سلمان من 2017 هو مدير المخابرات في السعودية هو الغايدة الاعلى بتاع القوات المسلحة السعودية انه ما في حاجة بتحصل في السعودية بدون علم محمد بن سلمان محمد بن سلمان كان عنده اشكالية صادر شركة بتاع الطيران وضماها لي صندوق الصندوق بتاع الخزانة السعودية عمل اللون صندوق كده بتاع مصادرات المهم مسك محمد بن سلمان صادر الشركة بتاعة الطيران دي اتضح انه شركة الطيران دي استخدموها القتل بتاعين خاشغي ومحمد بن سلمان اداء الروح وقال ايو انا صادرت الشركة دي ودي حقتي وحتبرع بيها لصندوق السعودية ده كده واحد اتنين جريمة اغتيال خاشغ دي تمت في الصفارة السعودية كل الناس الشارك في الجريمة اقرب دائرة لمحمد بن سلمان النوضوع ده لابسه وما في زول غبي في الكوكب بعمل عملية دي هي ادعملت من مخابرات واتفرضت عليه وهو عارف الكلام لا اسباب من 2018 الحادثة دي حصلت بتاع تخاشغي ما في زول حركة انتظروا بايدن ده دي سياسة جديدة بتاعت امريكا بتفرج من سياسة ترامب لازم تصهر الان طيب والحصل البيان بتاع الخارجية السعودية صدر يوم 26 احنا هنقرأه بعد شويه اول دولة دعمت البيان بتاع الخارجية السعودية هي الكويت وبعدها الامارات وبعدين توالت الدعومات من سلطنة عمان و رابطة اتحاد علماء المسلمين ورابطة منه كلهم بيقولوا شنو ندعم بيان الخارجية السعودية لكن ما فيه الراجل قدر يتكلم عن التغرير بتاع الكونجرس الامريكي ولا بتاع المخابرات الامريكية وطلع بعديها بعد التغرير بايدن قال انا وصلتني المعلومات اللي بتأكد لي ضلوع محمد بن سلمان في عملية الاغتيال وانا حتصل بالملك سلمان وفعلا اتصل بها وكان اتكلم معه في اربع قضايا والسعودية طبعا عملت فيها مدنقرة في الواطن السعودية كلها تنقابة دنقروا في الواطن طيب والسيسي علاقة شنو بالموضوع ومريم الصادق علاقتها بشنو بالموضوع ماذا ما قدروا يدينو بيانة الخارجية الأمريكية ولا بيانة الكونجرس الامريكي ولا بيانة المخابرات الامريكية ولا قدر السيسي يطلع بيان ادعم فيه محمد بن سلمان نقطة عربية انتهى بس السيسي ما قدر ادعم بيان محمد بن سلمان ليه لانه عنده ملف فض رابع العدوية عنده ملف اغتيال الشعب المصري عنده 140 معتغلة في سجونه 91 الف مخفي غسري اكتر من 6 او 7 الف في يومين كتلهم دي ملفات امريكا هي اللذاته الضواء الاخضر في الضل الاعتصامات لما انجوقت الحساب بغيره لك الرئيس التحالفات تتغير السيسي راسه سخن هل المخابرات ما ضربت للسيسي قلت له ياخدها منك 1 2 3 وموقفك يكون كده لا ضربوا له طبعا لكن لما انت تكون دار منزول حاجة زيادة اكتر من البي قديمه لك بتعمل فيها زعلان بايدن عامل فيه زعلان السيسي راسه ضارب بيفتش عن تحالف جديد انا اتحداك اتحداك عندك 3 وزراء خارجية 3 وزراء خارجية من احنا عملنا السورة حقتنا ما فيهم واحد حيقدر يطلع بيان يجيف مع محمد بن سلمان ويدينا البيان بتاع المخابرات الامريكية ضد محمد بن سلمان مريم الصادق بتقدري اجيف على حيلك يلا اجيف على حيلك وريني موقفك شنو موقف السودان شنو من بيان العقوبات حتنزل على السعودية وبدت بدوا ليهم بالشركات اللي لا علاقة محمد بن سلمان كلها حتخش تحت العقوبات الامريكية ومحمد بن سلمان بيبقى ملك ما في 2-3 لان هم بيصنعوا الطاغية وبيصنعوا حولوا كروت الضغط والحاجات البلوي وبايد ولنفسها اللي حصل جدا زي البشير امريكا كان غالبا 2009 بعد ثبوت ان البشير اباد الشعب السوداني في دارفور تنزلها في رغا كلهم 3 عساكر مارنزوا معاهم بالتين ظريفات كده يكرفسوا البشير ويمشوا لا 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 احنا البشير حنمنع طيارته تنزل جنوب افريغيا طيب ما سحقت 40 مليون بيسببزول واحد يا امريكا هلأ دي العدالة بتاعتكم دي الحرية حقتكم يا امريكان اذا انتوا بيتراعوا للشعب السوداني ها قالبكن البشير ده تكرفسوه ولا تقولوا والله البشير ده ما رقب الطيارة جالها هاي براو لا تبيعوا دهب لا بيترول انتوا بيتعاملين حصار اقتصادة على السودان وبتسمحوا بيتصدير الدهب البشير كان بصدر الدهب كان بصدر له في السنة 200 وشوية باعترافكم شركة ارياب شراكة مع الحكومة الفرنسية قدام عيون الامريكان يقول لك حاصرين الاقتصاد السوداني والحكومة السوداني كذب بتخلوا البشير يبيح في دهب ويشتري في السلاح ويبيت لما نقحنا الشعب السوداني نسجت لكم البشير تجوا بعد ذاك تتكلموا عن جرائم البشير لا انت قصدك تركع السودان السودان ذاته قصدك تفرتق السودان قصدك تقتل الشعب السوداني البشير كان حجه وده اللي حيحصل للشعب السعودي الان عشان كده السيسي حس راسهم سخن يا ربي طلع بيان ادعم فيه بيان الخارجية السعودية وفي نفس الوقت ادين فيه كلام بايدن الامريكي ولا يسكو الساي امشوا اين السيسي اركب الطيار ايجي للمخرفين ديل طبعا كلهم قاعدين حسي ما عارفين يقولوا اشنو ما عارفين مريم مشت هناك ارتبكت استازي الفاضل قالت استازي استازي قدي هي الناس تمسخروا فيها لا اكتب عليك الله في جوجل استاز دي شنو استاز هي درجة في الماسونية هم كانوا في اجتماع مريم متعودة تقول للسيسي يا استازي دوا ما بيقولوا الغاب يا رئيس وانت تطرع عن كلام زي دا حتقول لي يا اخي خطاري فيها سلقول ما في مشكلة هو الليان بتثبت الليان بتثبت الان في تشكل جديد بتاعتحالفات السيسي محتاجه اللي حمله ظهره طوال السعودية قبل ثلاثة يوم طلع وزير الخارجية حقه للشؤون الافريغية القطان القطان دا كان سفير السعودية في مصر عمل لغاه في التلفزيون بتاعهم دا ولغاه شهير جدا كل الغنوات جابته ممكن تسمعوه يعني القطان ما خلى حاجة للجيش المصري ولا السيسي ما سحبه هنا الواطة هجوم كان مبالغ فيه يتكلم عن جزيرة تيران وصنافير دي لأول مرة السعودية تتكلم عن جزيرة تيران وصنافير ليه عملوا كده السعوديين لأنه السيسي كان موقفه متماهي ماذا عمله البيان بتاع الخارجية السعودية ولا أدان البيان بتاع المخابرات الأمريكية ضد محمد بن سلمان وده حليف كان ساكت لحد الآن ساكت قاموا هاجموه بعد سعوديين بدلوا طلعوا لف ورقه القطان قال طبعا مبارك كان رافض انه يدينا جزيرة تيران وصنافير في عهد مبارك تغيروا أربع ملوك في السعودية رافض تماما من خالد فهد عبدالله سلمان كله فيصل مبارك مع حاضر سلمان كان رافض لكن بشكر سيدي ومولاي محمد بن سلمان الذي استطاع أن يعيد جزيرة تيران وصنافير ما جاء بصير تسيسي شوف اللعبة كيف أزد له طبعا جزمة بتاع دبلوماسية زلواق عليه القطان عين هنا داس السيسي مساح بالواطة ومجد محمد بن سلمان قال مباركة بيدين له كده نفت تهمة بتاعت الخيانة عن مبارك رغم انه الاعلام المصر كان بيروج انه مبارك هو الأدى تيران وصنافير للسعودية وأجاز الغانون ده بس السيسي وقع عليه ده جاء قال والله يا اخي مبارك ما عنده علاقة بالمسألة دي والتاريخ حيسجل لسيدي محمد بن سلمان انه اعاذت جزيرة تيران وصنافير الى حضن السعودية ما سحبه منوبل خاين ده الهجوم الان من السعودية على مصر لانه كلهم راس واللافي مخابرات الامريكية مخلياهم ليه مخلياهم ده راك ترتكب اخطاء اخطاء معالجة بتتطلب اتمن عشان كده حسي مريم ما عارفة عمل شنو مشت هنا قعد تتكبكب سيدي هستازي احنا دارين نكون تزرعه هي ما مشت عشان دي مشوا يحلوا المشكلة الهم فيها يا ربي حسي عاده امريكا انت وقفت مع محمد بن سلمان عادت امريكا ما هو ده الموقف بتاع البشير كان اي دولة استضافت البشير كانت بتهدد بحصار اقتصادي ومقاطعات سياسية وفرض عقوبات عليها عشان كده اي دولة البشير بيزورها بعدها بتطلع بيان الى درجة انه للان الرئيس بتاع جنوب افريغيا لما البشير شرد بطيارته ديك لحد الليلة المحاكمات بتاع الجنوب افريغيا الرئيس للقا مستمرة كيف تستقبل الزولة الجماعة حسي عم تورطين اي دي انا والله ما عارفين نسويش الموقف ده هيعيد تشكيل المشهد تركز معي امريكا ما عندها ولي اسمع العربي ده وبعدين ما ملتزمة بي الشريعة اربع نسوان لا تعرس اربعة وتطلقهم فوقت واحد تييب اتنين تاني وين المشكلة بيشتغلوا بيغانون خمسة وعشرين خمسة وعشرين جير فريند خمسة وعشرين ها جير فريند بيجاي ما عندهم مشكلة لامريكا طيب الفترة دي بتاعة بايدن هيحصل شنو اه دي مرحلة التكسيم بدون طلقة كده احنا قلنا السعودية حد يتقسم انت فاكر السعودية حد تقسم بكرة الصباح يعني هاي يقوموا الصباح يقولوا هاي نجد اقول سم طال عمرك امشي انت من الحجاء لا لا بتبدأ بالطريقة دي السعودين هل هم عندهم المقدرة على مواجهة ازمات اقتصادية وحصار اقتصادي الشعب السعودي ما عنده القدرة طبعا ادعوت انه العطية حقه ابو العطية حقه جده العطية حقه الحكومة نفسها بتوفر له علاج بعد شو هاي حبدوا له في ضرائب تفرضت عليهم ضرائب ايجيبوا لهن قلوش من وين بيترولك ده ما فيزل حيشتري وهم الان بيدفعوا بيترولون ده بيدن مقابل محمد بن سلمان عارف الكلام سلمان عارف الكلام ما عندك حل فلما نبدوا يفرضوا العقوبات على الشعب السعودي هيبدأ يتململ هيبدأ يتلفت الشعب السعودي اللي ما جربش ظرف العيش ما بعارفوا الكلام ده رغم انه كان في تهيئة قبل كده سعودت الوظائف وما عارف ايه هو بتاع وما هيقدر على المواجهة دي طيب هيحصل شنو الان دعم بعض الجماعات الدينية يعني عندهم في الشرك الشيعة لكن ما عندهم ظهور حيبدوا يصهروا الان طيب واليمن ما اليمن فات تشكيل جديد بالمناسبة معركة ماري بدلوا متابعينها يعني ايران ايران كانت في زمن ترامب في مشاكل وده بهدد فيها وده بهدد في التاني ودهك وقل للتاني انا بضرب المعارف اسرائيل وده يقول لي وانا حياركب ليك المدينة بتاعت قم بتاعتكم والله كلام جابا ايدن قال لهم احنا والله دارين نشوف موضوع التفعيل الاتفاق النووي ونشوف الموضوع ده نحل وطيب يا اخي ما وجود ايران في العراق وسيطرة ايران على العراق واليمن لا ما في مشكلة ما احنا السعودية بدت تلمح في رغد صدام حسين غنات المخابرات حقتها الحدث غنات العربية بتعمل ليك لغا مع رغد صدام حسين بتتكلم عن تمدد الشيعة رغد صدام حسين الابادة الملك فهد كتل ابوه الملك فهد كتل ابوه الملك عبد الله خلص على القصة محمد بن سلمان وانتوا السبب يا سعودية في تدمير العراق الان بلمعوا في رغد صدام دي السعودية نفسها ايه تعشان تفهم انه امريكا ما عندها ولي كل مرة بتختار له هزول تركيا تركيا وصلت قمة الامبراطورية الامبراطور اردوغان اردوغان مدنه مساحة يلف حولي نفسه لفتين وبعدين يجي يلف حول امريكا يقول لك اردوغان زار معسكرات المسلمين في بورما هو مرت وقعدين يا سلام يا اخي يا اخي ده هيعيد للخلافة الاسلام يا سلام اردوغان اردوغان في الصومال اردوغان في دارفور مش هي مؤسكرات السلام في دارفور اردوغان 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 لانه هو كانت حضارة ستمائة سنة حاكم العالم براطورية العثمانية بالدمي ساحة يلف حولي نفسه ايسخر الجدع قدام الناس لكن في النهاية سنة 1949 اول دولة اسلامية اعترفت باسرائيل كانت تركيا تاني دولة عملت السفارات في في القدس اردوغان اردوغان ما قاعد في الكرسي بتاعه الا بعد زيارته لا اسرائيل ما بتقدر بتدق مساحة تلف حولي نفسك شوية علامة ايو شوية معجبين هناك اعمل له عليك الله لايك وشير للصورة بتاعته الجميلة ديك هاي عليك الله اردوغان يا اخي جميل يا اخي اردوغان ده احنا نقعده في الوطن نقول ليه اردوغان الكتل خاشج منه انت شاركت فيها يطلع كله دقيقتين في البرلمان بالتركي بتاعه كان بعمل لايف فيه 170 الف مشاهدة الليلة اردوغان وانا بنركب رص الليلة بتاعه بعد 17 دقيقة بيكون 1200 نفر والله انا وهو نركب رأس اردوغان كان بعمل لايف يقول ليك احنا طبعا عندنا ادلة ضد السعودية وضد السلمان ثلاثة سنة ما اطلع الحقائق ور الكوكب لكن لانها مغرى الاستانة مغرى الماسونية دي كانت نقطة اختبار الكوكب كتلوا زول جدام عيوننا والمجرم جدام عيوننا وما في عدالة حتى تطبق كلنا عارفين محمد بن سلمان كتلوا وشوفنا الفيديوهات بتاعت خاشق دي داخل السفارة في تركيا لكن ما فيزل حاجي بحاكي خاشق انت عارف الكلام ده بعدين اختبرك طبعا بالكورونا فيروس انوي تمام وضوعنا تركيا كانت بتمثل رمزية وقوة وسلبة الباب الناس واردوغان تركيا راسمها لسنتين كلمتك هنا الازمة الاقتصادية لكن هي دي ما اللي اشكل اردوغان حيمشي سنتين ما بتمناه حيتشكل العالم من جديد يعني الآن التغرير بتاع المخابرات الامريكية الادام محمد بن سلمان طلع من امريكا هل خاشق مات في امريكا لا مات وين في تركيا ما لك يا اردوغان ما مركز التغرير ما بتقدر انت عسكري في حلفناتو حلفناتو الابادة العراقيين شنو ما حلفناتو سوريا الشعب اقول لك تركيا فتحت الحدود للاجئين السوريين يا بيبي حلفناتو هو الابادة للشعب السوري انت وقعت تحضر غضبار كيف مش بتقدر حلفناتو سيطرتو حلفناتو على العراق حلفناتو ما عارف وين ما هو الجزء الاساسي الشريك تركيا ما بتقدر لكن في النهاية كلك تحتاج جزمة الشعوب الحرة لما انتجي تطلع من المنظومة دي بخدتوا لك العمل والجواسس حق انهم يطلعوا في الاعلام يقول لك يا اخي مكتب حمدوك يصرف بالدولار مكتب حمدوك ينفي انه بصرف بالدولار لكن يؤكد انه مرتبات ومستشارين حمدوك والمستشارين بتاع الحكومة بتجي من الحكومة البريطانية لا ويبرروا لك يقول لك عندنا صندوق بتاع دعمي للحكومة السودانية عام للحكومة البريطانية الحاجة دي ما وص مضعار للسودان ولا لحكومة حمدوك ولا الاحزاب ولا الحرية والتغيير ولا لا كلاب الحرية والتغيير لكن دي حتكون وصف مدعار للإنسانية نفسها إنها تصل مرحلة من الزلة دي والمهانة والهوان حتى ما تقدر تتكلم وإحنا طالعين من ثورة قمة المجد إجوا يزلون بالطريقة دي هو القصد إنه إكسرك إنتغي منك لأي أنت عملت ثورة لأي أنت قد تحقيه لأي أنت بتتكلم عن حرية الآن إنت لازم تتكسر ولازم تتسحق ولازم تندم إنك عملت ثورة ودي إحساس بالمناسبة ما بقوله لك ساي الوضع اللي إنت فيه وحسي قل لك أنا محبط أنا عندي حالة بتاعة يا عشي اللي أمدلل حصل حصل هو الوضع فيزل وصلك الحتة دي فيزل وصلك إنك تجي تقول والله يا أخي أنا ندمع أن طلعت الشارع فيزل بيعمل في حاجة مخصوصة عشان تصل المرحلة دي عشان تاني ما تطلع يقول لك يا أخي يعني الناس مرقت من شوف الغمة اللي كنا فيها بيبرروا مكتب حمدوك بصرف من بريطانيا ديكاري سأل واحد ما قدر تتكلم فيها ده موضوع حا خليه تاني لما نجي نشوف موضوع تحالف أسيوبي وأريتريا وجنوب السودان وإنت عشان تعرف الشيطان ده ما عنده حاجة صدفة بخطط كويس لما حصلت اتفاقية نيفاش السلام عملوا حاسما بورتوكولات أبياي براو ملف براو كان وده فيه البفاوض في أبياي غضب المهدي والعتباني وعلي عثمان محمد طه فهي الكلام ده 2005 2005 يعني قبل 16 سنة الوقت ده قول قول غضب المهدي كان عمره 55 سنة لسه شباب يعني وغالي صلاح الدين قول لي 55 سنة وعلي عثمان 55 سنة انت شو نعرفكم بأبياي الجنوبين جابوا مكتب بتاع استشهارات من بريطانيا بيتكلم عن موضوع أبياي جابون كهنو كبر بيخو رطون بيدي بفاوضوا عن الجنوب وصلوا ليشنو قالوا يا أخي ناكسيمة خلاص اكسيموها ما في مشكلة جزل الجنوب و جزل الشمال احنا والله كجنوبين حسي ما عندنا في مشكلة خلوا قوات أممية تقعد فيها اختاروا منو ما شو ها سيوبيا يا أخي سيوبيا لما أخواننا كلنا ها فيزول بتكلم عن اسمو شنو التنجراي بيأكلوا بتاعهم دا الكسرة بالبيض بالدمعة دا اللقاشة واللقاشة واللقاشة بمناسبة اللقاشة كل يوم قابضين حمار مطبوح مطبوح اتوا ما ادخدوا سعر اتوا ما اتبيعوا الحمير لحما الحمير دا في الجزارة عديل الكلام دا للحكومة طبعا جزارة حمار هناي حمار حميرتي بيعو عديل يعني ما احنا كده نقعد نتكلم بوضوحه صراحة ما ممكن تشتري لك سيخة بتاعتك هشبع شارجني والشبعك احنا نتكلم بوضوحة الكيلو بتاع اللحمة بمليون جنيه مليون وميتين سوق المركز يتمشي بورا مع الحتة ال وصخانة ديك بالليل بالماكرافون ما بتعرفه وزعته لحم شنو كان حمار كويس هو لحم حاجة تاني بتشتري فإحنا نتكلم مع سودانين بوضوحة اذا هصول يا حمادتي اتا بتصدر البجر اللحم وسامح كيلو بتمانين جناب في مصر في مصر بتصدر اللحم اللحم للسعودية وبترجع تسعة الف قحات رجعونا والمبارح تسعة الف رص خروف والشعب السوداني مليون وميتين لا حنرفع الدعم طيب يا أخي بيقول لحم الحمار عشان نكون واضحين في الشمس يعني الزلدات اللي اشتري لحم حمار عديل هاي ده بتاع اللغاشة نكون واضحين فطيس خمه ده مع موضوعنا حمار هاي حمار وهي لأنه لبحكمك حمار فبيأكلك لحم الحمير وانت بتسكت طبعا حضرتك تقول لي لما أنا أصبر لما أنا أصبر أصبر يا أزول كنو هاي نحن مع الحمير دال كنو هاي اللهم صلى الله وسلم وبارك ع سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم جغر مو جغر مو لما نزول تذكر لنا كنو هاي هلا ها 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 عنود قلت لأي أسه يا صحابي بكونوا ماكلين عشرة حميرة كنا وين مافضل الزغاني والطيب شكرا لك له الزغاني ذاته وإحنا كنت نتكلم فيه عن شنو أيوة إنه الشيطان ما عنده حاجة بتحصل صدفة لما ننتهينا من برتوكولاته بي تقريبا كان في 2011 قاموا شمال وجنوب السودان اتفقوا إنه في قوة أممية تحرس 4200 عسكري من أسيوبيا طبعا قاعدين الآن في أبيعي تقوم الأيام تلف 2015 يوقع اتفاقية بتعد بناء سد القرن جميل جدا والسودان يشارك والرئيس المصري يشارك ويرفعوا يدينه مع الرئيس اللي يسيبه وكل الناس مبسوطة ويطلعوا الدكتور بتاع القحات اللي بيكتب كل مرة ده لما انتزنقوا بعد 6 شهور يختفي ويظهر ده يعمل لك فاينه دي هزلمني ما عارف عمل ليه وإنه الود مناضل إنت ما كنت بتطبي لو بي أحمد ده إيه تزاتك الآن سي بتهيج في الحريب فظهروا ديه قال لك سد القرن وحيشفي العالم وحيشرب العالم وممكن نشيل مويتنا دي قدام وبتاعه ووكر بعد شوية بدت تصهر مشاكل السد وخلافات السد وخلافات الملي إحصل تحالف بين جنوب السودان واسيوبيا عندها قوات أربع الف وميتين عسكري قاعدين وين في أبي ياي يقوم السيد سينيور صرف قبل ثلاثة أسابيع اتنين صباح هنطلع لايف يقول لتعايش يا أخي انت راكب الطيارة الأسيوبيا ماشي جنوب أفريغيا عشان تشكي أسيوبيا انت كذب انت ماشي لأنه في زولاوي لك يدك بموضوع أبي ياي وقعد تدفع له جروش وقلت للناس احفظوا اللايف ده للتاريخ كان 12 دقيقة هو قاعد في الصفحة هستتوا بس ما سمعتوه مش اير ألفين مرة ولا حاجة حاجة بسيطة فقلت للناس احفظوا الكلام ده لأنه اللي يام الجاه هيحصل تغيير تاني طلعت لك قلت لك أبي ياي أبي ياي هتتفتح عليك جبهات بتاعت حرب استنزاف ما تدخلونا فيها حسي ما تدخلونا فيها الفشقة سودانية ما تدخلنا حسي أعلن ليه ميزانية السودان عشان أعرف أنا حعمل شنو ما تدخلني الفشقة حسي لا لا يا فل أرى السودانية أرى السودانية ما عندنا معاقل أي مشكلة تعال نتكلم رياضيات أقيف هنا كلك قال لي يا أخي الانصرافي يدعو لتسليح المدنيين ما حصل أنا قلت الشعوب تسلح والشعب السوداني يسلح شنو تسليح المدنيين انت قصدك شنو يعني ما احنا قلنا ما في سورة بتتحريس بدون قوة قوتك شنو كانت قوة نجيش ستة أربعة اعتصام الغيادة العامة حتى ما لك ما مشيت اعتصامتها في حتتان اعتصامت في الغيادة العامة ليه لأنه انت مختنع تماما انه ما في سورة بتقوم بدون قوة تحريسة قال لك لا لا احنا طبعا سلمياتنا ما بتسقط حكومة سلمية ولا بتسقط نظام وانت لازم تفهم الكلام الآن أنا بدعوك تصنع قوتك لأنه الجيش حقك دا في جهة بتقتل فيه بتفرتك فيه بتنتهي منه ليه غرض ما اركز معي مبارح والمبارح واليام الفاتت كان في كشوفات بتاعت ضباط نزلون من القوات المسلحة ضابط عميد تنزلوا معاش لي عميد تنزلوا معاش لي بعد سنتين من الثورة لقيد علو شنو نزلتوا معاش عميد عمرو خمسين سنة ده تنزلوا ليه ده لسه أنا حستفيد منه خمسة عشر سنة ما أنا نصارف عليو تنزل ليه نغيب منزل نغيب ورايد ليه منزل رايد ليه منزل رايد ليه شنو ملازم هو المنزل ليه انت بتفسح في مجال في الجيش لي حاجة ومدخلوا في حرب وباقي الحركات وباقي الدعم السريع بتفرج في الحديقة لا لا يكت عنصري يا أخي أنا بس بقول لك الجيش ده ما بحارب حسي يتوا قاعدين في الحديقة تسويوا شنو لا لا ما إحنا جينا هيوها جيت ومرحباكم في حرب هنا مدورة الفشقة النازل شغالين جوا أسيوبيا وبرأ أسيوبيا وفي التقراي والفشقة الصغرى والفشقة الكبرى وبعملوا في كبار وفي طرق يتوا قاعدين تسويوا شنو في الحديقة لا ما إحنا الليلة منا وعملينا تكريم الجنرال وأول مبارع يعمل لهم يا أخي ما كرمكم خلاص منا يكرمكم التأسيارات ده بسوي في شنو جوا الخرطم ما تمشي يشوف الجيش ده بسوي في شنو بهناك وأنا بدعوك لأنه الشعوب في العالم واعي لي ما زالت السورات بتتحرس بيقوة واحرس سورتك الجاية واحرس نفسك بيقوة أنت بتخوم في الصوت اللي بيدعم فيك ليه ما هو كلامي كان واضح أنا تحديدا أنا أتكلم عن الباقي ما عندي شغلة طيب وإحنا هسي الجيش حقنا ده بحارف في ديل ويصهر لك عبد الرحيم ده له بدون مقدمات قبل أسبوع يقول لك يا أخي إحنا طبعا في الأيام القادمة يعني هنعلن عن دمج الحركات والدعم السريح في القوات المسلحة أنا أرفض الحاجة دي يا زول آه أنا برفضها إتما شابكنا دمج الحركات والدعم السريح في القوات المسلحة غيرت راي ليه الجيش عدده كما العساكر الفيو بعد الكشوفات اللي بتنتبه الشوفة والإقالات اللي انتبه الشوفة والحروب بتاعت الاستنزاف اللي انتبه الشوفة كم هو عدد القوات المسلحة في الـ 2017 كان القوات المسلحة السودانية 170 ألف عسكري والاحتياطي حق الجيش السوداني مليون شوية تمام 2017 حصل التصفيات ويقالات ومهم يجي غروك بالقروش ويقول لك نزل معاش نديك السنة دي ما عارف يدوك بدل شنو بدل شنو نزلوا الضباط كلهم تمام موضوع ما ماشي مخطط يجي نحسي حمادتي قواته كانت 150 ألف اللي لقوات حمادتي الدعم السريح 250 ألف يعني لو عملت لها متابعة كده ممكن تعرفها الدعم السريح خرج كم قوة الآن بعد الثورة اتفضل قوم جاوب جاوب يا بتاع السلمية قوم 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 جاوب دعم السريح قواته كم الدعم السريح خرج كم عسكري في الفترة الفاترة اتفضل الجيش خرج كم جابه حمادوك الجزمة في أول تخريج للدعم السريح وقعده في كرسي بعيد مذكرين الصورة دي وبضحك الناس بضحكوا في حمادوك يا بيبي احنا منضحك في روحنا وصورة عالقة في ذهنكم لأنه كان في في رغبة بتاعت الدعم السريح عملوا ليهم حركة كده بتاعت طيارة نفرين مسكوا كده وما عارف مذكرين الصورة دي الدفعة اللي تخرجت دي كم جوه أراد الكلية الحربية اتفضل اتفضل نعم الجيش خرج كم لا تعداد الحركات المسلحة قواتها كلها كم قبل اتفاقية جوبة عندك لا رغم أزال محمد التعايشي محمد التعايشي عدد القوات بتاعت الحركات المسلحة لما وقعت في اتفاقية جوبة كانت كم ما عارف طبعا كلها ما بتفض 15 ألف عسكري الليلة وصلت أكتر من 100 ألف عسكري يبقى 250 ألف زايد 100 ألف زايد بعض الليسة اللي ما دخلوا يبقى هنا الجيش هم دارين الكاكي والإسم الدهو للماليشيات بس نقطة عربية انتهى الجيش المدرب الجيش الوطني كلمة وطني ومدرب يقول لك الجيش جوه زاته ماليشيات وماليشيات وماليشيات بتاعت نخب ما تقول ليه الكلام ده أنا مع أنا مع عسكري ما تحكي ليه جصتك الفارغة دي ده لانه انت مفترض ما عندك زول في مجلس السيادة بمثلك ويتعندك زول في مجلس السيادة بمثلك ويتعندك زول في المجلس العسكري بمثلك ما تمشي تنفض الجيش ده أنفض الجيش ده بقى إنك تفتح تقديم وين التقديم بتاعك فضل جل لك أي زول يقدم للجيش ودارين من النسب 70 ومع عارف 60 وفتحوا لك وينه 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 ما في كلام زي يبقى الماليشيات والدعم السريء بلع الجيش الان ودي طبعا مش كارثة وإنت لأنك يتبس مادر تسمع الكلام إنت مادر تسمع الكلام في خطر جاي عليك إحنا قلنا حمدت عشان يصل السلطة قدامه إيشنو قدامه خط بتاعد هيئة العمليات وده زحاه طبعا زحاه بايشنو بالتواطئ ديل عملوا ليك التمثيلية بتاعد تمرد هيئة العمليات سألناهن جيبوا شو هده حقين هيئة العمليات ما جابوا يا أخواننا جيبوا لينا التحقيق مع الضباط اللي تمردوا ما جابوا جيبوا لينا التحقيق مع دنبلاب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللي انتوا اتهمتوه مباشرة بتاعد تمرد بتاعد تحييات العمليات المحاكمة وينها وجدي طلع وجدي الديلر شايل نفسه طبعا وجدي لأنه لا عنده عرض لا أرض قال لي اتنين هما بيختاروا النوعية دي لا عنده أرض لا عرض قال لي اتنين فجيه طلع شالك نفسه والله اللي هو هيئة العمليات والله هيئة العمليات دي كان استولاد عرصه والله اللي هو للتهم السريح طيب يا وجدي وين المحاكمة حقتهم مافو وين محاكمة دنبلاب مافو وين الشهداء مافو فارتق القصة وجدي ومعه والخوان الباقي سلموا مواقع ومعدات وآليات هيئة العمليات للدعم السريع والنقطة الثانية الجيش الجيش دي بتفرتقوا كيف ما بتواجفوا مواجهة الجيش لي ما تفرتقوا بس بالراحة بالراحة بدوا يفرتقوا لك في الجيش والآن انت شايف الحياة اللي بتحصل هي ما ممطقية لكن انت ما در تفكر فيها لأنه انت محبط طبعا والصفوف كتيرة والواحد قرفان يا أخي وحلك الله صرف فخلينا ياخد دهر الناكل ونشرب أوكي حتاكل بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة حتعمر شنو والسنة جاء الوضع كيف الآن تبلع عليك منو الجيش الدعم السريع بلع الجيش تصريح انو حيتيم دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في القوات المسلحة القالوا عبد الرحيم دلقوا برتقوليا ما من حق ويقول الكلام انت ما سمحت القصيدة بتاعت سعد صورتي وأتاك شخصي وسار الظل نحوك والجهات لأن الروح عندك وهي أصل وحيث الأصل تسعى الملحقات قلت الكلام ده ما هو قالك وحيث الأصل تسعى الملحقات فكان مفروض القائد الأعلى القائد العام القوات المسلحة اللي سبع الفات هي طلع تصريح يقول احنا الآن شغالون في ترتيبات وجراءات دمج الدعم السريع والحركات المسلحة طلع عبد الرحيم دلقو عبد الرحيم دلقو اليومين دل بتلمع الناس بيقول لك عبد الرحيم بدأ يسهر وحمادتي اليومين دل مشغول بالقضايا الاجتماعية والمدنية ولماذا يتم تلميه عبد الرحيم دلقو عمل لقاء في قناة في جريدة الشرق الأوسط لقاء لازم كلكم تقروه وأنا مفروض الليل أطلع أتكلم عنه لكن ما أعتقد الزمن حي مفاع يعني بكرة لكن إن شاء الله طلع عبد الرحيم دلقو يتكلم عن الجيش ولا يمادي هو ماسك المشهد يتكلم عن حاجة خطيرة قال يا أخي صلاح قوش كان مفروض يجري اسمجلي السيادي رشحته أنا وشقيقي حمدتي هو يتكلم في في لقاء في جريدة الشرق الأوسط ده كلام ما بتبله فيه أنا ليه يتكلم عن صلاح قوش في التوقيت ده وبالقوة دي يعني هما بلمعوا في صلاح قوش بلمعوا في صلاح قوش يطلع عبد الرحيم المافزل بقدر يسأله إحنا بنتكلم عن فضل الاعتصام عبد الرحيم دلقو بيتكلم عن دمج الدعم السريع في القوات المسلحة مجاوزك تماما عبد الرحيم عبد الرحيم مجاوزك مجاوز اتهاماتك مجاوز كلها أول متهم في فضل الاعتصام عبد الرحيم الآن هو ما شغل بك ليه لأنه طواطأت الأحزاب والسياسيين في مجلس السيادة الجديدة بماثيون الحركات المسلحة كلهم اتواطأوا وخدتوا عبد الرحيم العود رغم خمسة وفي الورقة كان مرشح رغم واحد أول زول متهم بيفضل الاعتصام عبد الرحيم لأنه عنده ملفات فضل الاعتصام عشان كده طالح في الكفر اليومين دل ما فازل بيقدر يفتح خشمه عبد الرحيم دار تفرد بالمجد حتى بيقى يتجاوز حمايتي بيصرح سايا اليومين دل وين حمايتي هو ما يشغل به هو الآن القايدة العام والأعلى للدعم السريع حمايتي تفرغ لي منصب تاني ليه يتفرغ لي منصب تاني عشان يجيبوا المنصب التاني بيحاولوا يقطعوا علاقته بالدعم السريع الآن هو ما بيتكلم كدعم سريع تذكروا زيان كان بيقول شون في اللقاءات كلمني كدعم سريع حسي ما بيقوله في زول بنظف وراه يتوا فضل الاعتصام ده ما كان القايدة الأعلى والعام بتاع الدعم السريع حمايتي يا زول هاي ده كان عبد الرحيم حمايتي اللي أخذ وقت ده ما كان في الخرطوم أساسا يا أخوانا لا وطيب الفي دارفور لا الوقت ده حمايتي كان في دورة في بريطانيا حمايتي مش بريطانيا يا أخي مش بريطانيا أما حذر ده القصص في زول بيمسح وراه حمايتي حمايتي في غطر في إيطاليا حمايتي بتكلم عن إنه الشباب ما دهر انه إنضموا لجماعات الهوس الديني الدعم السريع ده ما هوس ديني وهوس جرامي وهوس دنسي وهوس سلوكي وهوس أخلاقي عبارة عن حسالة اسمها الدعم السريع الليلة حمايتي بخاطبني عن طريق غنات الجزيرة بيقول إنه طبعا إحنا عمليه إن الدورات تدريبية في بنك الإنتاج عشان الشباب ده ما ينضموا لنا جماعات الهوس الديني هوس ديني دي شنو يا حمايتي الله كم مش ده سؤال إيه زول بيسأله حمايتي ما حيكون عارفه الله كم تعال بالرياضيات حمايتي إنت بتعرف الله من وين ذاتك بتعرفه من وين كيف بتعرفه أشرح لنا جاي تتكلم عن جماعات الهوس الديني شنو يعني هوس ديني يا حمايتي للعلمك لأ ذاته ما عارفه إنت طالع الليلة ما إنت كنت قبل سانة وشهرين في مسجد في يمبدة دخلت المسجد صليت ومسجد الميكرافون أيه زول إيه بش العقيدة إحنا ضده أيه زول أيه زول ويه سألناك طالعنا قلنا لك عقيدة يعني شنو إنت لأناك ما عارفه حس جاي الليلة لابس بدلة مغير ستايلك بتتكلم ليه عن جماعة الهوس الديني ما هو إنت لما ضميت الناس للدعم السريع ضميتوا للهوس الديني والهوس الأخلاقي والهوس الجنسي ده حمايتي الآن بتكلم بي لغة مختلفة علاقته بالدعم السريع بدت تتقطع ما في زل قاعد ربوط حمايتي الآن بالدعم السريع حمايتي بتكلم عن مشاريع قومية عن بعد الفترة الانتقالية عن استغرار أفريغية حمايتي التغى بالرئيس السيسي قبل ساعات وناقش علاقات الدولة الدولية بين الشغيغين الدولتين الشغيغتين ولا شنو المهم ده حمايتي الآن طيب اللي بتكلم دعم سريع منه عبد الرحيم ده ولا يوجهوا ولا واحد من المجلس السيادة يرد عليه ما بيقدروا ليه ما عنده ملفات فضل الاحتصام طيب وانت بتتابع في الميديا قبل ايام طلعت فيديوهات ليه فضل الاحتصام بتحت الطيارة الدرون لاحظت فاشنو عزيز المشترك فضل قال لك يا اخي الطيارات الطيارة دي ما صورت من فوق اي والجهز صورت الطيارة دي كان متحكمة فيها اي جابت الصور كلها ناس شايلين عصايات وفي اللقطة الجايبين فيها صورة الشهيد قصي الوقت داك القوات ماشى وقصي كان راقت في الوطا تابع الصورة دي وده شايلين عصايات دارين يبر امنه تفضل الفيديوهات دي لازم تتابعة والتحقيقات الفيديوهات دي في صفحة البعش مهمة جدا وبرضو التحقيقات اللي بيعمل فيها مجاهد بشرة ناس تمشي صفحة وتقرأ وتشوف عشان ما تسمعوا كلام ساي واردول وبتاعمش اقرأ شوف الوسائق بعينكم دا مجهودات بتاعت ناس لازم تغدروها الفيديوهات دي دايرة تأكد رواية انه الدعم السريع دخل بيعصايات ما احنا عندنا فيديوهات في الاول يا بينا الدعم السريع شاي الكلاشات دي بتأكد الرواية بتاعت شنو الالفين عسكري مع اللوى الصادق الخالف وتعليمات المعتغل ونحميدي والليلة عبد الرحيم دي لقوا بيقول احنا ما عندنا علاقة اساسا بيفضل الاحتصام لا حميدي طلع بالسان وقال انا معتغل لوى وعميد ومقدم والفين عسكري لا لا هو دي يقول لك لا لا ما في كلام زي دا وإحنا ما عندنا علاقة بفضل الاحتصام وبتكلم عن انه دمج الدعم الدعم هو بقدم ججيش في الدعم السريع دي نقطة خطيرة جدا ركز سيطرت الدعم السريع على السودان واحدة من اخطر القضايا اللي كان بيتكلم عنها مجاهد بشرب موضوع جبل عامر اللي احنا كل مرة بنزل فيه مبارك الدول الحرام والليام اسبت السرقة يعني جايب وسائق خطيرة جدا لازم تمشي تقروها الوسائق دي تتكلم عن انه في شركة اسمها سودامين الشركة دي حكومية الاسهم حقتها 99% 99 سهم دي 99% حكومة السودان شراكة بين وزارة الطاقة وزارة المالية الشركة دي الان استولى عليها الدعم السريع وبلغانه وبلغانه كيف لما جاء هيبة والبدوي غيموا كمية الدهب حق شركة الجينيد في جبل عامر هما قالوا 50 مليون دولار وبطريقة ما في الرياضيات الآن الرغم وصل لـ 200 مليون دولار جاء الدعم السريع وشركة الجينيد قالوا ليه شركة المعادن السودانية ووزارة المعادن والطاقة دي وزارة المالية دون قروشنا الوزارة قالوا ما عندنا قروش أسي لكن رأيكم شنو تعالوا نديكم أسهم في الشركة السودامين ودي الشركة بين الطاقة والمالية الشركة المصدرة للدهب والمعادن وغيره الدعم السريع قالوا جدا احنا دارين 51 في المية من الشركة دي جاء ابو زولتاني غيما قال يا أخي أدوهم 35 في المية ليه الدعم السريع والـ 65 في المية تكون لحكومة السودانية الحكومة السودانية بموافقة العميل المخابرات مباركة دول وافقوا طبعا عشان أوريك الشركة غياموها بكم بـ 40 مليون دولار والدعم السريع دار مننا كم 200 مليون دولار بمناسبة شنو الدعم السريع دار مننا 200 مليون دولار قال لك عشان شركة الجينية حتخلي العقد حقها بتاع التنغيب بتاع الدهب في جبل عامر قدتوا الجبل ده حقهم من وين قدت ليهم منه وقال لك ما البشير طب قدتوا ما لغيتوا أي حاجة عمل البشير لا 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 ما وضع الجبل ده ما من الغيو طيب عرفتوا كيف انه في دهب جوا جبل عامر بـ 200 مليون دولار الدعم السريع اصلا ما فتشوا لا لا زولة احنا بنعلم ونرى الغيب يا زول جوا الواطن دي في دهب بـ 200 مليون دولار ودي حقة الدعم السريع وانت تسكن ساي سكتنا طيب الشركة دي غيمتها كم 40 مليون دولار يعني الدعم السريع المفروض يدفع كم من الـ 40 مليون دولار حقهم المفروض يدفعوه 35% 40 مليون دولار نصف هاكم 20 مليون دولار وحقهم 35% يعني مفروض يدفعوه زي 17 مليون دولار طيب الدعم السريع ما دفع للحكومة السودانية 17 مليون دولار ليه لانه الدعم السريع اساسا دائر من الحكومة 200 مليون دولار ورق بس ورق ما في اي دهب ولا في زفت ولا في عقودات باطلة قدوا دارين من حكومة السودانية ميتم لهم ضرار قامت الحكومة قتل لهم خلاص احنا لحد ما ندفع لكم جروشكم ندارين مننا حنخصم لكم من الجروش دي حق الشركة دي وبيقى رئيس مجلس الإدارة بتاع الشركة الجناد منه عبد الرحيم دلقو وبيقى رئيس شركة سودامين منه عبد الرحيم دلقو انت طبعا الكلام ده كله ممكن ما فارق معك في صف الجاز والبنزين والزفت الناس اخوانا ما تركز لي مع الشيكين ده دياي خلوه وانا تعبان بتكلم معك ما تردو لهم خلوه ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الزكر خلوه فالان سيطرت الدعم السريع على مفاصل موارد سروات السودان قدام عينك وما في قوة بتواجفه لما اختبروك انت بالقنبلة الخاشقجية مسكوا عميدا الاستخبارات العسكرية بتاع الجيش السوداني ربطوا ودقوا وصوروا عساكر بتاعين دام السريع الجيش تاني يوم ولا تالي يوم طلعوا بيانات بعض العساكر واحنا وحنفعل والدعم السريع ولولا غياداتنا الباطلة الفوق يا غيادات شنو الباطلة الفوق ماشيلكلاشك ده تملى الناس دينار بس ما دارين كلام كتير انت مش مدرب عشان تموت اهي ما تموت مورينة ما لك بطولة العسكري الفدائي ما انه يعيش يموت يموت على حق اما تيجي تكتبوا لنا بيانات تصوروا فيديوهات انه احنا والله والله لو ما البرهان فوق راسنا والله الدعم السريع ده ما يسوئل ده كلام فارغ ساي طبعا انت بتوني اسمها ونروحك وبتضرف في كوارع ومعافتها واحنا والله يا بابي شرف العسكري في اللي شهادة شهادة دي ما شرطا تكون مسلم هي الشهادة دي ذاتها في العسكرية اي زول بيموت فداء لانه الدفاع عن بلد وطن وبيعتبر شهيد بعرف العسكرية احنا عندنا الشهادة دي طبعا شروطة شرف العسكري في الدفاع عن الحج اما يتجي تملأنا النار وتترعنا فرغان ساي ده وكلام فارغ شبك انه احنا طبعا غيادات لو لا البرهان فوق راسنا والبرهان انت ما شيلوا ماهودا قاعد البرهان ما تمشي شيلوا موريني مالك مايتعارفوا غلط مشي لو لا ما طب خلاص اسكت احنا واحد معناه احنا البنتكلم كلنا بنتكلم ما في فعل ما في فعل الدعم السريع الان في جهة بتحرس فيه لما انحمدتي قبل يومين يلاقي وفد طبي ايطالي شفت الصورة حقته انت ايجي يقولوا ليك والله طبعا القوات الاممية داخل السودان عشان تاني تمنع الانقلابات حيقلب ابنها حمر الدار يقلب ابنه برهان مطبع مع اسرائيل ومحروس حمدتي بيلاقي الوفودة الاوروبية يبقى في اعتراف بمليشيا الدعم السريع يقول ليكو اخي وامريكا اصدرت عقوبات على الناس الشاركوا في اللجنة الامنية حقت البشير لازم تصدر عليهم عقوبات ولازم يحكموا ويلا حتلو يدهم كيف لازم حمدتي حسي حيطلعوه قاتل ومجرم ويشي لكن حيحكم الولاد وكيف ما ينفع لازم يكون في ملف ضده الليلا حمدتي بيلاقي الوفودة الايطالية الوفودة الفرنسية عام فتحي قال قال ليه بتحرض الجيش على الفوضى وخل المشكلة بالكلام مع الدعم السريع يا اخي انت غريب الحاجة يا فتحي انت لانك ذاتك يعني متعب ايوة زي خالد الملهم قال الدعم السريع اسيادك يا طرف رابع الطرف الثالث المتهم بيفضل الاعتصام منه يا اخوان الطرف الثالث المتهم يا ايك اتكلم عن غريضة وكلها يصبر الطرف الثالث المتهم بيفضل الاعتصام منه طبعا انتوا كلقون عارفين الفيديو الشهير بتاع البوشي اللابس شو البلوزة المتقمة مع النظار اللي اونا معارف فوشي مايل على الفراول يديك انا في ضابط كلمني قال ليه ما عارف والدعم السريع ديه زي اخواننا مذكرين لا الفض ايوه هي طبعا قحت لكن الطرف الثالث المتهم ده في طرف ثالث بيقول لك طرف مش ديل الكيزان انا ما دار ارد على الملهمة قال ليه حسي ده الدعم السريع ديل واتطرف رابع انا حارد عليه بكلام منه سيدو اخو سيدو عبد الرحيم ده لو اللي هو قال انا والشقيقي حمدتي رشحنا صلاح قوش لغيادة المجلس العسكري بعد نجاح السورة وصغوط نظام البشير قالوا كانوا دار يجيبوا صلاح قوش لغيادة المجلس العسكري طبعا ده كلام فارغ لانه الشارع ما كان حيقبل بالحاجة دي هو صلاح قوش اتجاب حمدتي واتجاب الدعم السريع يبقى انت الآن بكلام عبد الرحيم ده لقوا عن صلاح قوش برأت صاحة صلاح قوش يتفاهم الكلام ده يا حمر عشان كده دعمي سريع عبد الرحيم ده لقوا الآن كلامه عن صلاح قوش حيبرق صلاح قوش الطرف الثالث اللي انتم متهمين وانه هو الفضل الاعتصام بتصريحاتكم البليدة دي اتوا كده برأتوا صلاح قوش ده عبد الرحيم ده لقوا بتاعت ده معاو حمدتي قالوا كنا مرشحين صلاح قوش لرئاسة هالمجلس العسكري والكلام ده قاعد فيه جريدة الشرق الاوسط ما عندك طريقة تنكره ما في حاس ما اقوال نسبت لي وحنجي نقرأ الكلام ده بكرة وحلبسكم في الحيط عشان كده انتم دعامة في امتى الكلام ده عبد الرحيم اللي كان ممكنه خد عزر بعدين مركبه يقول الكهزان هم الفضل الاعتصام مش البليد قال يا اخي صلاح قوش كان مرشحنا مرشح الدعم السريع مرشح حمدتي مرشح عبد الرحيم نفسه لرئاسة المجلس العسكري الحكم السودان بعد سقوط نظام البشير برقوا ساحته في امتى البلاء ده بتاعت الدعم السريع عشان كده ربنا يجعلهم مرتزغة لانه حمير 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 رسمي وشعبي تمدد الدعم السريع بوريك انه في جهات بتمهيد له في طريق اعتراف المدنيين بي عبد الرحيم ده لقوا في مجلس السيادة حيبرقوا من تهمة فضل الاعتصام لانه هو عارف منه الامر بيفضل الاعتصام موضوع ده مسجل فيديوهات ورق اصلا عشان ما يجوا بعدين يعملوا لك فهناس السنهوري وناس ابراهيم الشيخ بنغوسين اسمه لينا ابراهيم الشيخ اسمه لينا شابكنا احنا والبلد دي الانتاج والصناعة الانتاج والصناعة ورقت في شهره الانتاج والصناعة اول اسبوع في الوزارة قال جاتوا كورونا هو اهله حيقعد شهرين طبعا امسك فيها شهرين كورونا وبعدين هيطلع يقول يا اخي خالط تزول عنده كورونا تاني ياخد لشهرين ما قلت الصناعة والتجارة والناس واقفى الصفوف حس انت شايف صفوف البنزين وصلت مرحلة بتكفي للشوارع الرئيسية صفوف مبالغة جاء قال قال عنده مردلين عنده عزر شرعي كورونا بيقعد عزر شرعي ما تشتغلين من البيت يا ابراهيم الشيخ بتشتري البنزين والجاز بل برميل كهربتك مافتك طاع عمل لنا زوم من اوضة النوم حاجتك دي عمل لنا زوم من اوضة نومك اتكلم لنا عن مشكلة الدقيقة الان طلع غانون في الشمالية غانون طوارئ قال لك اي مزارع يبيع المحصول بتاع الجمح بالتربز عشرة سنة ديكتا طوارئ وانا ده اجري لك ايوه 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 فيه موضوع مهم فيه موضوع مهم الغانون بتاع جهاز الامن الداخلي عارفينه يا اخي هو لسه حمدوك ما اجازه يا اخي دار تجيبوا لينا من وين انت يا صرف لا ما انا حقراليك حسي انا دار اقراليك غانون بهذا الامن الداخلي اقراليك الغانون بتاعي ما انا قلت لك الناس دي دولة ديكتاتورية ما حيحصل مسيل لها في الكوكب لكن انت ما دار تختنع شعبك ني اه ادوهم فرصة ادوهم فرصة حاديك الفرصة انا ركزها قال لك حملة الاعتغالات انا دار اقراليك الغانون بتاعلمنا الداخل عين عين بس ركزها حملة الاعتغالات ده ما قال كان بمنوع واحد اسمه على الدين الدفينة زول ثوري ومناضل من زمن البشير واعتغلوا في السعودية رموه في السجون ورجع وبيكتف في صفحته كتب شنو قال وردتني مكالمة مفادها عاوزين منك اسماء لمن ترى ضرورة اعتغالهم نقطة عربية انتهى بس ده غانون الامن الداخل الجديد الحجة والله الزول ده يا اخي كوز بحجة شنو اي زول ما معانا ضدنا ده النظام الشغالبية وقحت الان لانها بترجف حكومة ديكتاتورية بترجف من اي زول اي زول ما معانا ضدنا يا اخوانا انا بتكلم ليه سبع سنة ما حينت ما عاكون شغالة لا لات بتتكلم انت ما معانا انت ضدنا ضربوا لي على الدينة على الدينة الدفينة التلفون ده الغانون بتعلمنا الداخل الجديد نقطة عربية انتهى لاتقل ليه اجتمعوا معاقلهم وانا سندكك هيدكوك انت ده انت الحت الدك والبرنامج بتعبيوت الاشباح الفرحان انبيه وده سألناهم المعتقل اللي احتغلوا فيه الشهيد بهاء فاتح اللي غافل ما تمشي تصور لينا فيه كان الراجل كان انت راجل الرجاجيل وكان معاقل اللغمان الراجل وكان معاقل الرشيد مركوب بتاع السغاف الراجل شيلوا كاميراتكم دي امشي تصور فيه معا الحتة اللي اعتغلوا فيها الشهيد بهاء الجدعوه جثة في المشرحة ما تجي في التلفزيون انت ذاتك بتاع الاشباح ده تورينا بهاء ده ربنا يرحموا اتقبلوا التغرير حقه عملوا له شنو انت ما طلعت حيحسيه بتاع الاشباح انت اللي بتجي في التلفزيون والله طبعا كانوا وقفيننا صفوفه دار يعملوا لينا حمدوكو بتاعه شنو ما عارف وبهاء اقرى التغرير بتاع الشهيد بهاء كتالوكية في الدعم السريح اقرى التغرير بتاع العميد بتاع الاستخبارات ده دقوا في الشهر عملوا حبي ما تقرى التغرير بتاع المختصبين وال بيموتوا في جريضة والبيموتوا في جنينة وال والمسحونين لا لا اقرى بس ديال اقرى جيبوا في التلفزيون بتاع ما بتقدر قانون جهاز الامنة الداخلة افتح صفحة صفحة على الدين الدفينة قال وردتني مكالمة مفادها عاوزين منك اسماء لمن ترى ضرورة احتغالهم على الدين الدفينة عمره كله عايش في السعودية ما عارف منه الكوز منه الماكوز قال لي بس رشح قول اقمر اختار خطص بعك رد عليهم بأدب قال ليهم اعتذرت بلطف لمحدسي واقول بوضوح ما كنت ارفضه لنفسي ارفضه لغيري من حيث المبدأ شكرا لك هذا لا يعني اعفاء المجرم من جرمه ما بتحدد ده مجرم وما مجرم ما هم سألوك قال ليك خطص بعك ده نعتغلو ولا ما نعتغلو ضربوا له تلفون كتب الكلام ده في صفحته فضحهم هو جاير روحه كده بيبرق لكن هو فضحهم لكن نفسي لا تألف هذا النوع من الممارسة رد عليهم عين الرد بتاع الزوج يعني كلامه كويس قال وضح لنا تماما الموقف الرسمي من المخربين ولم نركم في يوم من الايام لذا فعل السوار الانتغال بلجانهم من طور اسقاط النظام السابق لطور حماية النظام الديمقراطي هنا بدي جامل عليهم تكوين لجان حماية الاحياء والقرى والاسواق ومؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة من تخريب المخربين يلا احنا ممكن نزل في الحتة دي من المخربين ويكونوا لجان شنو حماية ما هو ده العسكري قاعد والناس بيخطفوا تلفوناتها والغرب تتحرق وبتسحل والجيش قاعد بتفرج شنو كوينوا ما كوينوا بتاع لكن هنا كتب قال شنو قال وردتني مكالمة مفادها عاوزين منك اسمالي من ترى ضرورة احتغالهم ده قانون جهاز الامن والمخابرات الجديد الامن الداخلي حمادوك هيكتب لك 26 صفحة وما عارف الامن الداخلي في البتاع والامن الداخلي لحماية البتاع وده كله كلام فارغ بس ذول عندك معاو مشكلة هيبلغ حتتين الامن الداخلي ولكنت زالت التمكين تصادر حاجاتك بدون محاكمة وانت تختفي وهم الان طالعين بيتكلموا عن البلاغ المقدم من البرهان ضد الشاعر الدوش وانه البرهان بيتهموا يعني تلفيق كلام قال ده البرهان طبعا هو البلاغ مقدم من المجلس بتاع السيادة ليه انتم هم تتكلموا عن المجلس كله بما فيهونا المدنيين محمد 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 الفكي التعايشي حجر ماما 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 عشا ماما عشا مشت الحديقة الدولية قابلت العساكر بتاعي من ناوي والصورة معاهم طبعا مرحنينا فباما قالت كلام والله وجود القوات بتاعتكم دي اسلجة صدورنا ماما عشا صدورنا الاسلجة دي بتتقال للناس اللي عندها قفص صدري عادي حق قدين تجيوها فيهو قفص بتاع جداد شنو اسلج صدورنا ايه تاسي صدرك دي فيه شنو بيسلج فيه اه يعني شنو العضو في صدرك ده ممكن يسلج ويبرد ايه الكلام ده ايه اسلج صدورا ما تقولي كلام ساينتي اتي زول عضو مجل السيادة انت رئيسة ايخ المردي كبير احترم نفسك يا صرفة اتكلم كويس يا زول ما بتكلم كويس دي رئيسة تسمع الكلام زي ما بتقوله البريحنا نقوله البريحنا شنو اسلج صدورنا و بتاع حق الناس العادي اسمه قفص صدري انت حقك دي اسمه قفص جداد يا تيتا دفعتك انجزت رسالته في الحي جابوا قروا جابوا اجيال وجابوا احفاد وتوفوا انت شايل عكازك طالعة مره للدعم السريع اولادنا والله الدعم السريع ما قصروا مره دي اسلج يا زول ما تقولي خلام كويس انت اه يا اسلج صدورنا و بتيخ معك و انت قاعدة وين الفترة الفاتت دي بسوفي شنو وين 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 نيكولا وين قاعدين بسوفي شنو انتو بس دار عارف انا بسوفي شنو عندنا كوارث عندنا بلاوي عندنا مقاسي ويقوم اه شف شفو الملك المؤسس اكتب مقال ويردنكم انتو فيو مع انا ردمكم اه دقيقة اقراليكم ما انو طولت عليكم لكن اه دقيقة اقراليكم اه دقيقة اقراليكم انا بس دار وريك انو اتو منبركم وصوتكم قاعد يصل والحكومة بتعمل لي 26 و 500 الف حزاب وما داري ان نثبت الكلام ده حسي بس حزبت للحمار ده حاجة ركز للامانة يعني الزوال لازم نقرأ الحاجة زي ما هي احنا ما بنجتزي بنقرأ كلام ونسمع قلت لما واحد ما عارف تأثير حجم الكتلة النغدية من العملة الصعبة على العرض والطلب واثره على الاقتصاد ويكون جاهل من عن حجم الفرق بين السوق السوداء والقنوات الرسمية واثرهما على استغرار العملة المحلية ويكون غبي له دريجات لا يفهم اثر هذا الاستغرار على الانتاج وجذب استثمارات خارجية ويطلع بكل غباء كوز منتني يدي دروس للجهلاء بتكلم عنكم انا كوز منتن قالوا لي اتو قال لكم الجهلاء ستة الف نفر بيسمعوا فيني سبع الف نفر قال لكم الجهلاء في اموال المقتربين اللي بستفيد منها اسر المقتربين ولا تفيد الحكومة والدولة في شيء وتلقى شوية مغفلين بيهز رؤوسهم مصدقين الجهل ده ده بيوريك الجماعة ده لطريقة تفكيرهم لا تتجاوز تفكير هنبغة واصابعه العشرة وديه اللي تخلت رئيسهم تعجر عملة لانه يديرين الدولة بنفس طريقة ادارة زريبة تنعج طيب طبعا الزوالله هو مسخم معه كلمة انه هو حلة انه هو شايل حلة بيوصفه بها يعني في السعادية الناس بتيجي مارة طبعا بيقوموا بيقول لك ها رأي الحلة اقول خذ يمين خذ يمين كده في السراء اقب في السراء فالموضوع ده مسخم معه الحالة التانية انه ربنا في الحالة تعالى يعني ابتلاه بانه هو الزوالله مقلوب بيفكر بالعكس قال انا قلت انه الشعب لما يحول القروش عن طريق البنك الحاجة دي ما بيتفيد الحكومة ده الكلام اللي قلت المرة فاتت سألت سؤال المرة فاتت عين انا ورق اسر والرد حيجيه من وين هو طبعا قال ليه كنتو الجهلاء وانا قال ليه انت كوز منتن وقال لا ده حخل رئيسهم تاجر عملة طلع عني كوزه رئيس البشير يعني كده وهو اسعي ناسي موضوع بريطانيا بتاع حمدوك ده وكمان دار يعني يزيد في المغالط الله عني كوز انا حاسبت ليك انه الزوال ده اقسم بالله يا اخوان اقسم بالله العظيم انا قاعد حين علو لكن انا حاسي حوريه انه احنا ما ينبرنا وصوتنا ده بغير في الدولة دي شنو لما لنا سألت سؤال قلت يا اخي القروش اللي بتتحول من المغتربين تمام عن طريق البنك بتصل الحكومة كيف نقطة عربة انتهى ما قدروا يجاوبوا اه يحول قروشك بالبنك انا ما احترطت بالعكس دي اأمن وسيلة وطريقة انه قروشك تدخل بطريقة رسمية وتكون مقيدة ومسجلة وتكون عارفة ومتابعة ودي للناس المغتربين في اوروبا مغتربين في دول بتتابع دخلك ومصارفاتك عشي يسألوك ويقولك اتحولتك ومودت قروشك وين وبتاع ما يدخلوك في قسيل اموال وتهم زي دي اسلم طريقة تحول قروشك بالبنك ممتاز انا سألتك قلت لك القروش الانت حولتوها دي هتصل الحكومة كيف جام الحمار ده قال لما واحد ما عارف تأثير حجم الكتلة النغضية من العملة الصعبة على العرض والطلب واثره على الاقتصاد ردمني يا ردم كنينتو وقال يا اخي وطلع بكل غباء كوز منتني يدي دروس الجهلاء في اموال المغتربين المستفيد منها واسر المغتربين ولا تفيد الحكومة والدولة انا قلت القروش دي بتجي مصاريف المصاريف دي بتجي لي ناس اسمها مصاريف دي ما دورة بتاعت انتاج اقتصادي الحكومة ما بتدخيل القروش بتاعت المغتربين في حاجة بيحصل شنو ما في انتاج محلي حتشتري صابونة مستوردة من مصر حتشتري معجوم مستورد من مصر حتشتري خدار بيقى يجي من السعودية حتشتري الدقيق المستورد حتشتري بنزين مستورد اسمها مصاريف دخلت للحكومة كيف انت ما قادر تجاوب قلت ليك ياخ انت بتحول عن طريق صرافة الويسترن يونيون حقت منه طلعوا الناس سألوا قالوا الويسترن يونيون ده حقت منه يا اخواننا هو ده ما السؤال هو السؤال الحكومة حتشيل القروش من ويسترن يونيون كيف ويسترن يونيون دي قطاع خاص الدولارات اللي بتخشها بتشيلها بترجعها برا لانه هي شركة عالمية عندها مليون فرع في مليون حتة ومن ضمنها السودان الشريك السوداني بدون نسبة الحكومة ما عندها دخل في الدولار قلت ليك الحكومة بتبيع الويسترن يونيون الجاز بتاع الجنانيتر البرة والموية حقة الحمام والكهرباء حقة المكيف دي علاقة الحكومة بقروش المغترب الكلام ده طبعا اثر في الحكومة قامت الحكومة سمعت الكلام ده يوم التلات طلع بتاع بنك السودان محمد عصمت طبعا محمد عصمت ده انا احب برده مولانو ايش باعلي هباني صاحبي فعشان كده بتجاوء ما عارف العلاغة بينه شنو فيه جرابة بينكن يا علي هباني مع الزوال ده قام السيد محمد عصمت طلع اقتراح يوم التلات بعد ما سمع اللايف طبعا هو بسخيل اللايف كان يوم اللحد قام قال لي اخي احنا في بنك السودان حقه نفتح الفروع حق بنك السودان انها تستقبل تحويلات المغتربين وتمر عن طريق كده الولد دائر الضولارات تخش بنك السودان بدل تخش بنك الخرطوم قطع خاص الخرطوم بنك الخرطوم قطع خاص الحكومة ما حتلقى الضولارات دي ولا حتشوفها انا بشرح ليك كنت للحكومة وديت حل سألته وانا السؤال ده قام محمد عصمت يتبني الفكرة عمال حقته ولانه زل يعني دي لها فقام عمل شنو انا حقراليك حس التصريح والتصريح طوالي نفذته الحكومة شوف التصريح حقه انا اخواننا دار اقراوه في جروب كده لقيتها الجروب كله بشير اللايف حقه شان انا قال قل التصريح ده اه قرأتوا التصريح بتاع مريم الصادق قالت نخشة سيناريو اسيوبي بالمطالبة بالفشقة بطريقة الحيازة حيازة؟ انتم ما شاهلين السؤال ده كله حيازة انه لله بيدي حقه قال المهدي مع حيازة والتعايشي قال ليك العودة لحكم الاقاليم هو المخرج الامن والموضوعي اللي صحيح ما عارف شانو كده ما عارف التعايشي؟ طيب اصبر فينا الولا محمد عصمت ايوه ده محمد عصمت قال ليك يجب ان يفتح بنك السودان نوافذ لشراء النقد الاجنبي ليرفع العبء عن المواطنين هو طبعا دار يجيب فوق عبء منه واكتشفوا انه الدولارات اللي بتجي في بنك الخرطوم قطع خاص والويستران يونيون قطع خاص اكتشف انه الحمير قديتهم اسبوع طلعت ليهم للاحد الفات وريتهم انه الحمير طلع الحمار ده قال ليك يا اخي ويسمعوه جهلاء تاني تعال نعلمك يا الحلة افتح الغطاية بتاعتك دي عشان انا اعلمك ده محمد عصمت عمل كده دامت الحكومة اللي قت انه كلام الحمار محمد عصمت ده شبه صحيح قالوا احنا يا اخي ما ندخل القروش دي عن طريق بنك السودان طوالي بعديها اللي هو يوم الأربع تغريبا امشي الحدث السوداني بتلقى صفحة اسمها الحدث السوداني هتلقى البيان بتاع بنك السودان بنك السودان المركزي يحدد منافذ للتحويلات الواردة عبر النظام ويستران يونين طبعا ما في طريق القروش دي تخش السودان الا عن طريق الويستران يونين لانه النظام البنكي لسه ما مفعل بطريقة صحيحة فقاموا اتفقوا مع الناس الويستران يونين بعد اللايف حقيه قالوا نمشي نقاسمهم في القروش ما انا قلت لون انتو الحكومة السودانية واستبيضة من الضرارات حقه المغتربين شيروا غير الكهرباء اللي بتبيع على الويستران يونين بس والموية حقه الحمام قروش الضرارات دي بتخش بتدوك لاجينه سوداني بشي لاورة جعها بره والشريكة السوداني بشي نسبته وكان الله يحب المحسنين حكومة تقعد تتلفظ وطلع يقول لك حول قروشك بالبنك ما انت قاعد تدالى التاجر بتاع العملة الاسمه ويستران يونين يا حمر ايوه انت قاعد تدالى تاجر عملة زمان كان عندك اربعين تاجر عملة الليلة انت في تاجر اسمه الويستران يونين مبيعاته الشهرية من الدولار كانت خمسمائة تلف دولار ما فيزل بحول عن طريقة الناس كانوا بحول عن طريقة تجار العملة فجأة كده انت بقيت بليونير في يوم واحد حوله عن طريقة الويستران يونين خمسة مليون دولار قل لك لدعم الحكومة السودانية لما انتجي شوفه بتكتشف ان القروج دي ما حتمشي لحكومة السودان قام بنك السودان داري لعب اللعبة الزكية اللي هي اشنو يقوم يطبع عملة ويشيل دولارك ايوه بنك السودان ما داري عمل الحركة بتاعت احتكار الدهب ده الاجتماع اللي قاعده فيه ثلاثة يوم فيه مباني جهاز الأمن والمخابرات دي خلاصة الخبرة الاقتصادية حقات حمدوك وجبريل قالوا احنا يا اخي نحتكر الصادر الدهب بس طبعا داري يشيله منك دهب يدوك عملة سودانية مطبوعة بدون غطاء بس نفس الحركة العمل البشير واكتشفوا انه ده السبب الخلل العملة السودانية تنهار بيطبعه ساي بيطبعه ساي الفرجة دي ما حتجيبه الا بالانتاج ده كنا اللي بنقوله قام بنك السودان داري عمل نفس الحركة دي يشيل منك دولارك ويديك عملة مطبوعة وده الحسي حتشوفوها انتو حيكتشفوا انه انا قلت ليك الجنيح الدولار حيعمل خمسمية وتلاتاشر خلال الايام الجاية انت بس اصبره شوف ماهو الشيطان ما عنده حل يهو بعمل في نفس افكاره دي بيكررها مجدامك واضحة قلنا له ان انتجوا غلبهم ياخ انتو ما تتكلم عن الانتاج استفيد من جروش المخترب دي في انشاء استثمار استفيد من انك تقدم ليهم الحوافز مش الحمار بتاع المختربين ده عمل له طاشر غايمة كده اخصم بالله ده حيود المختربين في ستين ده اول كارثة قالي اخي احنا طبعا نحنادي ناس خمستاشر سنة وناس ما عارف مختربين لكن نجيبوا عربات ويدفعوا لينا بالعملة الاجنبية ده انت فاهم التصريح ده معنا شنو اه لما انت دعو بعمل عملة حقتك يبقى هي بعددك ما عندها غيمة بتبدأ بعددك تفتش في عملة بديلة الحكومة السودانية في بيانات الرسمية بتتكلم بعملة اجنبية يقول لك تدفع رسوم حكومية بالدولار دي معناها شنو الحكومة اللي بتطبع العملة الحكومة اللي عندها سيادة الدولة ما محترفة بعملتها ات دار تعترف بها كيف تانت لفو بيها السنو يا صحابي والله ده بتع المختربين مبارك اردول لما اطلع يكلمنا عن انجازاته وانه اشترى برج بي خمسين مليون دولار هي المشكلة انه مبارك موظف حكومة خليك من عمالته جاسوسيته الداسوسية بتاته مبارك اردول عميل هو بتكلم عن خمسين مليون دولار لما مبارك يتكلم عن انتجاج الدهب في الولايات بنزل الكلام ده في صفحته وما بتعرف العلاغة بين البلع ومبارك اردول يعني شكله فيه قرابة كده معارف اردول والله بس يطلع بعد شي يقول لك انا عشان من وين وعن حقرني وزل طوله ثلاثة متر وعشان لوني لونك خلقناك احنا خلقناك احنا مبارك ده بتكلم بالدولار عن البرج التضامن اللي اشتراه لما نجي ينزل انتاج الدهب بتاع الولايات وحقها الاربع في المئة بيتكلم بالجنيه فهمتها؟ وده كله لعب طبعاً هنا ما معترف بالعملة السودانية الحكومة على مستواها الان بدت تتكلم الان التخلص في الجمركي والموانئ الموانئ الموانئ البدوا يحسبولين طبعاً بالدولار بعد ده الجديد الحق السوق الحاوية من من خمسمائة وشي وصلت واحد وخمسين مليون الصادر الوارد انتو هشوفوا ايام حلوة هنتكلم بكرة عن المينة طبعاً بعد ده الحلقة الاخيرة ان شاء الله حدوصل لك في في سفينة كده الكلاب ده لما نتكيفه واحنا ده كل الموضوع يا اخوان الحكومة الان بدت تتخلص من العملة السودانية دي طبعاً دي توابع التعويم اخي جبريل ده كان زول اقتصادي خبير ما اعترضنا لكن عوام العملة ودمر الاقتصاد وحيختم على الحاجة دي ولانو جبريل محروس بالكلاش ما بتقدر تقول له حاجة ما بتقدر هيعمل الفراسه اللي هو فراس ديلك هيبا قاعدة معاو في الوزارة هيبا جاسوسة البنك الدولي بكلام البدوي كلام البدوي في خطابه الخمسة صفحات الوجهه لي حمدوك وانت بتتكلق ايوه ايوه في حاجة تانية تقيقة بس اخر حاجة اخوانا ما الناس بتتكلم عن الاحباط ما في حباط ولا حاجة دي 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 حاجة يعني يعني احنا انا تمتلكون البيان ولا لسه تعبا كالسودان وقال المركزي في بيان صحفة انه يمكن لأي مستفيد ان يستلم تحويله منها فقط يجب عليه احضار رغم التحويل المعروف بالماني ترانسفير معارف كنترول نمبر وتوجه مباشرة الى اي من المنافذ المتاحة المصارف الصرفات التالي بنك الخرطوم مدينة الخرطوم مدينة الخرطوم بحري فرعشارة البلد مدينة مدرمان الفروع الولادة واحتبارا من الاسبوع القادم سيفتح بنك التضامن الاسلامي وفي استقديم خدماته ووستر نيونيوم برضو وكله كله يا معلم ودي عشان تجيك هناك بنك الصدان يشتري من البنوك دي بعملة مطبوعة بدون غيطاء طيب انا في حاجة اخيرة بس الليلة ما قطع تضل الصح ودي حاجة كويسة ده تطور كويس ده تطور كويس ولا كعب وفي موضوع الجيش الجميل بتكلم عنه واحدة من علامات انهيار القوات المسلحة شنو يا اخوانا فصل محمد صديق لانه شنو لانه محمد صديق القوة الحرسة السورة محمد صديق طلع مع كتيبة يوم تسعة اربعة والبشير سقط يوم حداشر لو لا انضمام محمد صديق البشير ما كان سقط ما في سورة بتتحرس بدون قوة ما في ما بتنجح يجو قول لك سلمية سلمية ديتا لو سلمية ما كان مش هزح تصمتك قدام الغيادة ولكن محمد صديق طلع دعمك بيستقط لك البشير دي اللولا داردان الاخوة في الحزبة الجمهوري في فيديو كده بتاع عمر القراهي يتكلم فيه عن انه يا اخي الجنة وحيدخل اي زول والصابئة وكل الناس زيل وكده بس عنده له سؤال واحد وقال حتى الصابئة واليهود وحتى ابليس حيدخل الجنة وده كلام محمود محمد طه زاته الزول الما امن بمحمود محمد طه حيمشي وين الما امن بالله قلته حيخش الجنة اعتمادا على نص الاية وانت شرح الاية طبعا يا عمر القراهي اللي عبت فيه وده ما موضوعي ولا جا يتكلم معك ولا دار اشرح لك دين ولا دارك تخش معي ذاته ولا دار يتفيح حتتك وانا في حتتي انت قلت الصابئة هيخش اي زول ما امن بالله بما فيه هنا الشيطان ذاته هيخش الجنة بعد ما ياخد عذابه يعني وين منكم الا وارده انتهين اي خليك من ده والما امن بي محمود محمد طه وضعي شنو ما بتقدر تقول هيخش النار طبعا وما بتقدر تقول انه كافر لانه انت الكافر خليته مؤمن والما مؤمن اساسا بوجود الله حتى الملحد قلت تبخش الجنة والشيطان الكافر الله عنده آية نزل لين انه شيطان ده كافر قلت قلت لا لا ما في كلام زي ده طيب الما امن بي محمود محمد طه هالوضع شنو يا برينس مارك الراي ده رتكلم لك عن احمد الطي برضو سريع ذكرتني اخ بكرة محاكمة احمد الطي حلو الان الاعلام بدأ يشيطن ليك في الناس التي صنعوا السورة ودعموا السورة ويحاكمن الليلة مجلس السيادة المشترك فيه عضو اسمه عبد الرحيم دلق ومتهم بقتله وفضل الاعتصام الليلة هو بيتكلم باسم الدولة ومعه حمادتي اخوه ومعه البرهان والمحاكمات البكرة لمنه احمد الضي الشواني الشواني الان علوه هجوم من كل الاحزاب والسوار والبتاع والزدلم الشعبي والزدلم الشواني اخذ طلاطة رصاصات وطلع في المواكب كان ساير وكلكم كنت بتكتبوا عنه الليلة بيقى الممعانة ضدنا فيهمت اللعبة يعني الناس الاحزاب دي بتحتفي بحمادتي وعبد الرحيم دلقوا والبرهان ويقول لك احنا في شراكة وتناغم والبيو حاكم منه الناس اللي كانوا شاهلين تلفوناتهم ابراهيم شوتايم السجن السجن ابراهيم شوتايم لو لا الاعلام بتاع ابراهيم شوتايم الكم بنقول لك محاولة تفضل الاعتصام للعالم كله وبخاطر بيكون واقف محاولة اعرف السورة السودانية متابعة موكب موكب ترس ترس لحد ما الناس وصلت الغيادة التغيير الكبير ده من وراه الاعلام بتاع المخابرات طبعا وبغير فيه الليلة الناس واقفة هم نفسهم الضد احمد الضي واقفين مع الشاعر المتهم والمجلس السيادي يعني الليلة دي تباين مواقف عجيب مهودة صاحب المجلس السيادي متهم احمد الضي ليه انتم ما تكلمتم في الموضوع ليه عموما هنجي نواصل بكرة ان شاء الله I love you ثم احمد الضي